خديجة دائما نقول على المغرب الحمد لله ترسانة قانونية جيدة جداً إذا اخذنا تقريباً جميع القوانين عندنا ستعتم بجميع القضايا البيئية صحيح بضيف على استصلاح البيئة والقانون المتام والقانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة والقانون الماء والقانون الهواء القانون أيضاً حتى المحميات الذي يفتور هذا القانون حتى عندنا وخديجة منذ 1917 كان القانون الحماية مثلاً الغابات كان أيضاً قانون التأمير لأنه عنده علاقة بالمسألة البيئة كان أيضاً قانون الساحل لعنده مرتبط بالقضايا البيئة إذاً فالقانون المغربي في الحق كأرضية إذا نسميها وفر شروط القانونية لتطبيق هذا التغريب يعني دعني أقول لك مثلاً إذا أخذت غير أحد هذه القانون مثلاً القانون ديال تلوث الهواء ليس ظرف 2013-2013 ليس ظرف 2013 ماذا يقول الأسخة ديجة؟ في واحد المادة أربعة دياله يحضر لفظ أو إطلاق أو رمي أو السماح بلفظ أو إطلاق أو رمي مواد ملوثة في الهواء كالغازات السماع أو الأكالة أو الدخان أو البخار أو الحرارة مما يتبين أن المسؤولية تتحقق بمجرد القيام بالفعل دون انتظار الضرر الذي سيقول إليه اشتغير يكون الفعل؟ يعني دون احتساب الضرر؟ يعني ما زال ما وصل لن نصل بعد للبراء؟ ينفت مثلا دخان أو كيبان دخان ملوات؟ يعني أننا ربما يجب أن نصل لأن هذا كان إشكال لأنه أحيانا هنا استشعر الخطر صحيح؟ يجب استشعر الخطر شوف نحن قلنا بعض المبادئ مبدأ الوقاية مهم جدا في البيئة صحيح يعني أننا أحيانا ولو أحيانا ما يكونش أننا تبوت هذا الضرر يجب أن نستشعر هذا الضرر وبالتالي في القانون المغربي يعني إلا خديناها مثلا خذ غير قريقة الماء على أورت خديجة خذ غير الساحل ربما إلا أعطلتك كنا نتكلمنا على حلقة خاصة بالساحل نعم وأيضا إلى أي حد مثلا ما خصتنا شنبنيه في وحدة يعني المسافة بالنسبة للشطة ديال البحر يعني يجب ترك واحد المسافة معينة صحيح حفاظا على الشاطئ إذا جميع القوانين ديال المغرب نعم ركزت على كياس البلاستيكية على أورت خديجة وركزنا على الغرامات النفايات إلا خدينا إشكالية النفايات التي تلقى في الأودية وتلقى في الصواطئ الخانون ١٢٠ سفر سفر يركز حتى على الغرامات غرامات نعم نعم غير واحد القضية يجب أن نفهمون لأن المواطنين يسمعون هذا هنا كنتكلموا على المواطنين وكانتكلموا على الشركات وكانتكلموا على حتى القطاعات يعني إحتلاء الحكومية مثلا إلا خدينا مثلا خدينا غير القضية ديالنفايات المستشفيات وخاصة النفايات الطبية اليوم نشوفها قليلا عندنا مثلا مطارح خاصة بها أو يعاد استعمالها أو يعني تأخذ بعيد الاعتبار في التدبير ديالغد التدبير النفايات وبالتالي هذه القطاعات الكبرى أيضا مواطنين باش ما ننساوش لأن أحيانا ونحن نجيب بعض المقارنة حيانا نشوفه بعض السلوكات ديال المواطنين فيما يخص تدبير نفايات ديالهم كأنه هو غير معني هو صغير يخرجها من باب الدار وما تبقى فهو مسؤولية أنا ومن بعد الطوفان لا يهمني هذا هو الإشكال وبالتالي أنا كنقول نعم بأن القاونية المغربية موجودة محطوطة فيها أيضا حتى مراسيم تطبيقية ربما الإشكال ربما الإخوان والأخوات كرد فعل هذا الشي اللي كنقول فيك يقول كويرة فعلا ولكن فينا هو التنزيل فينا هو التطبيق صحيح كين إشكالات وربما رجعوا الإكرارات ديالتطبيق ولكن كين قانون وربما القوانين الآن تحيين مثلا غير هذا القانون ديال النفايات 28.00 هو في طور تحيين الأسبوع الماضي تكلمنا على قدية تقييم البيئي الأورة خديجية العطبي صحيح صحيح وتكلمنا على كيفاش فعلا تقييم البيئي روحت جزء لأن أمريكا ندير تقييم البيئي في حالة توبوت مخالفات مخالفات يجب التغريم تغريم